نعود لاستكمال البرنامج إلى اليوم ترفيه للأطفال متلازمة داون لدمجهم مع غيرهم من الأطفال العاديين نصحي التعبير الشعار الذي أطلق على الفعالية لأن الطفولة لا تعرف الفرق حديثنا عن مشاركة الأهل وأبنائهم من مختلف مدن الضفة بحضور جمهور وفقالات ترفيهية كالرسم على الوجوه وآغاني الأطفال الحديث عن هذا الموضوع معنا في الستوديو يا سيدة سوسن عطاري مديرة المشاريع في جمعية الرحيم سوسن سبار الخير سبار النور يعطيك العافية وكل عام ونتي بمليون ألف خير مناسبة شهر رمضان يومين وإن شاء الله عادوا علينا وعليكم باليوم والبركات حكيني عن اليوم الترفيهي اللي صار مبارح في إسعاد الطفولة اليوم اللي صار مبارح كان هو يعني ترفيهي بدرجة الأولى بس الهدف منه زي ما زي ما تفضلت كان دمج الأطفال داون مع الأطفال اليوم مش داون اليوم كان كتير في فعاليات تفرح كل الأطفال نحن كمان حبينا نورجي للأطفال الطبيعيين أنه أطفال الدون قدموا لهم إشي في هذا اليوم نوع من التحبيب لهم يعني لأطفال الدون اليوم كان فيه فقرات ترفيهية كان معنا مهرج كان فيه أغاني للأطفال كان فيه رسم على وجوه ويعني الحمد لله الكل طلع مبسوط وكل الأطفال شاركوا بنفس الدرجة ونفس الفعالية طيب كاميرا الفلسطينية زارت إسعاد الطفولة وأعدت مجموعة من المقابلات وكانت اشتركوا في القناة فكرة الجمعية أجت نتيجة عدم موجود أي مؤسسات وجمعيات تعتني بأطفال متلازمة دون بشكل متخصص عندما بحثوا أهالي أطفال متلازمة دون عن مؤسسات أو جمعيات تعتني بأطفالهم لم يجدوا بحثنا عن أهالي الأطفال وبعد تجميع العدد الرسمي والقانون لتأسيس الجمعية تم تأسيسها وأخذ الترخيص اللازمة من الجهات الرسمية والقانونية من وزارة الداخلية ومن وزارة الاقتصاص وزارة الشؤون أهالي أطفال متلازمة دون وأطفال متلازمة دون بحاجة لعناية بشكل خاص بحاجة لعناية من ناحية الوظيفية من الناحية الذهنية من الناحية الجسدية والعضلية وبالتالي الخدمات الترفيهية أو الفعاليات هاي بنعملها نتيجة عدم الإمكانيات المادية المتوفرة بين إيدينا ولكن طموح الجمعية أنها توفر خدمات متكاملة لأطفال متلازمة دون من حاجة التدخل المبكر لأن هذا الأطفال بحاجة لتدخل والوقوف بجانب أهليهم بالجانب الإرشادي والتربة والنفسي والآخره من لحظة الولادة وبالتالي أهداف وبرامج الجمعية من لحظة ولادة الطفل بتصعد معه وتتطور معه بكافة الجوانب اللي بيحتاجها الطفل زي ما حكيت لك من ناحية الوظيفية من ناحية ذهنية ومن ناحية الناحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر الجمعية تعرفنا عليها من جديد وعم نحاول أنه أنا برأيي لها الجمعية توفر وعي للناس أنه مين هو طفل متلازمة دون في المصطلح العامل هو المنغولي غلط مش هيك هو طفل متلازمة دون عنده كروموسوم زيادة زي وزي غيره بلعب بمبسط أنا بعمل ابني زي وزي عمر يعني ما في أي نوع اختلاف يعني أكتر إشي أنه لازم من البداية من وقت الولادة أنه يتم متابعة الطفل على طول ولازم دائما يكون في علاجات تتابعوها مع الطفل بس أهم إشي قبل كل إشي لازم يكون في حب والحب هو أهم موسيقى فقط بدي أعلق على المشهد اللي شوفناه للطفل دون لما مسك المايكروفون من ثلاث دقائق كان أجمل مشهد موجود بالفيديو اللي ظهر على الشاشة فتحية لكل الأمهات حقيقة والأباء اللي عندهم أطفال دون بيهتموا فيهم وكمان بيكون فيه هناك دمجهم في المجتمع بعرف في بعض المناطق الفلسطينية من خلال العمل أيضا في حرف ممكن البعض من الأهالي بيستحي أو بيخجل إنه في عنده دون أو إنه حتى يعمل على دمجهم في المجتمع ولكن على العكس تماما من خلال حديثنا مع المختصين ومن خلال متابعتنا لهذا الموضوع عندما يتم دمج متلازمة دون أو أطفال دون في المجتمع الفلسطيني هذا يعطيهم الكثير من الأمل ومن التفاؤل ومن المعنويات لأنهم هم أشخاص على العكس تماما يعني مثلهم مثل أي شخص عادي ولا إيش رأيك سوسان لا أكيد هلأ في كتير منظمات عالمية لا تصنف في الدون على إنه إعاقة هو فقط نوع من التأخر هو الكروموزوم الزايد هذا بيسويرهم شوي تأخر في الاستيعاب في المشي في النطق بيأخرهم هم مش معاقين في حد حكي كلمة إنه أنا ما بقول منغولي عن كلمة هاي هلا هو المصطلح يستغمل عالميا منغوليا يعني هي مش كلمة مسبة بس لأسف إحنا طريقة ما بنستعملها في مجتمعنا تيجي يعني 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 صراحة ما بحبش أستعملها بس مرات بضطر لما بدي أشرح لناس مش كتير عندهم تخافة في هذا الموضوع عندهم وعي إنه الطفل متلازمة دون ولكن هي مصطلح صحيح مصطلح صحيح بس طريقتنا نحن نستخدم ونستخدم ونستخدمها من الشتيمة يعني فلما أنا لما بكون ناشي في الشارع بسمع واحد حكي للتاني الكلمة هاي أنا نفسيتي يومها بتكون بتتأثر كتير يعني لو الكلمة هاي يتنحذف يا يعني تستغلف الطريق المضبوط وستعمل صح صرنا إحنا الأهالي نعتبر لما حدا بيصنف ابننا هاي التصنيف تقليل من شأنه يعني لأنها صارت تطلق على اللي اللي بيفهماش اللي مجزكي اللي ماعرفت كيف فالكلمة هي بحداتها صارت طيب في المقدمة حكيت بأنه كان في هناك دمج أطفال متلازمة داون مع أطفال عاديين من الخليل من نابلس من رمالله من كل المناطق الفلسطينية برأيك يعني ايش هذا بيأثر عليهم وأحكي لنا عن عملية أنه خلينا نقول الأطفال اللي بيكونوا موجودين من نفس داون مع أطفال عاديين ايش بيأثر عليهم هو اللي اجي من الخليل لأنابلس وطول كرم كانوا تحديدا داون يعني احنا جبنا جمهور داون من المناطق التاني هاي اللي كان فيه سبب تقني فيه ترتيب الحفلة تخرباش يعني مش اضطرنا حبينا اننا نجيب الولاد من من المناطق تانية الهدف الاساسي من دمج الولاد هذول انه احنا بدنا بنسعة جاهدين انه الولاد هذول يفوتوا كل المدارس ويكون متوفر لهم الكفاءة في كل المدارس فلما يكونوا مدمجين مع ولاد طبيعيين وعاديين بيتقبلوهم اكتر يعني بسروا اذا شافوهم في منتزهاتي اربوا عليهم شافوهم في المدارس يتعاملوا معهم ببعدوش عنهم كأنهم كائنات غريبة يعني فحبينا يعني نوصل هاي الفكرة من ضمن هذا اليوم من ضمن الشعار برضو كنت سألتك سؤال تحت الهواء بالنسبة لموضوع جمعية الرحيم سبب دخولك في الجمعية قلت لي بانه انا عندي طفل داون حكيت لك بتحبي اسلك على الهواء وانتي حتى من خلال حديثك يعني بان انه انتي موجود عندك طفل داون وتعمدت انا بعد نرجعنا من المقابلة كمان اقول بانه ليش نخجل نقول انه في عندنا اطفال داون لا لا ليش نخجل انا اول ما ما سمعت الخبر في اميركا طبعا تكركبت حكيت لي دكتورة كلمة وضلت راسخة في بالي انه هو مش مريض طبعا تغيري حياتك عشانه انتع تبرئك جاكي ولد اسمر واحد ابلieth وهو حالة هو مش مرج فاصرات عمل معه انه هو هيك انه يعني 或 يخرج جوه من الفرح في البيت كمان هي هم اطفال كتير لطفين são هم كتير اطفال كتير لطفين وكتير gezب dak Spirit يعني حتى هم بفضلوش الالعاب بفضلوا الناس يعني يوم زي هذا اذا لحظت ما كانواش في Lalعاب في منطقة الالعاب كانوا كتير عيشريين كتير لطفين مش مؤذين أبداً بس بيعملوا جوا في البيت بيعملوا كتير جوا في البيت كتير بيحبوا الأغاني كتير بيحبوا الانبساط يعني أنا كنت أفكرها أول إشي نوع من المواسلة لما كانوا الناس يقولوا لي إيها بس لما بللش ابني أكبر لا أحسنت أنه فعلاً مظبوط هم هيك أدي عمره يخلي لك إياه ثلاثة ونص وإن شاء الله يا رب العمر كله شكراً سوسن عطاري مديرة المشاريع شكراً لك جمعية الرحيم بالتوفيق لكم في الجمعية وأيضاً لأطفالكم شكراً سوسن الآن نأتي وإياكم إلى ختام برنامج الله سبحكم بالخير شكراً لحضراتكم جميعاً على حسن المشاهدة والمتابعة غداً لإثنين تلتقيكم الزميلة رندخ دير بمجموعة من الفقرات والملفات على أمل إن شاء الله أن نبقى معكم دائماً وأبداً شكراً لكم شكراً لكم